موسيقى أهلا بيكم مشاهدين الأعزاء ناس كتير مننا بيعرفوا ويحسبوها كويس قوي ويعيشوها صح ناس كتير مننا بيعرفوا يزبطوا كل حاجة في حياتهم علشان يعيشوا مبسوطين ومرتحين ناس كتير جدا مننا بيعرفوا يزبطوا الناس اللي قدامهم ويعرفوا يرتبوا أمورهم وأمور حياتهم علشان يعيشوا الحياة بالطريقة اللي هم عايزين بس ممكن يكونوا نفس الناس دول عارفين يعيشوا مرتحين بس مش عارفين يموتوا صح عارفين يزبطوها في الحياة بس مش عارفين يزبطوا أبديتهم ومش عارفين ياخدوا قرار يخص الأبدي وده شيء خطير جداً جداً مرة واحد قال كده أنه أعتبره شيء من الغباء أن حد يرتب حياته على الأرض وهو مش عامل حساب للأبدية لأنه هيعيش على الأرض كم سنة؟ 100 سنة؟ 120 سنة؟ لكنه هيعيش في الأبدية إلى أبد الأبدين أمر مخيف جداً جداً أنه الإنسان ما يفكرش في أبديته أمر خطير جداً أنه الإنسان يعيش حياته بالطول وبالعرض ويعيش بطريقته وما يعملش حساب للدينونة الله أوجد عقاب للخطيئة لأن الخطيئة تستحق العقاب وقال أجرة الخطيئة موت أزمة كبيرة أوي أنه الإنسان مستمتع بحياته عايش في النجاسة وفي الشر ولو أن أنا شاكك في حتة مستمتع دي لأنه العايش في الخطيئة هو عايش معذب لكن أي أن كان هو ممكن يكون متصور أنه فرحانه مستمتع وحر بس أزمة كبيرة أوي أنه ما يبقاش عامل حساب الدينونة بس مفاجئة النهاردة أنه إحنا مش جايين نكلمك ونخوفك من الدينونة بالعكس إحنا جايين نطمنك جدا من جهة الدينونة لو أنت بتقول لنفسك أنا مؤكد رايح الجحيم أنا متأكد مليون في المية أن نهايتي هتكون في النار وربنا أكيد هيرميني في النار وهكون أول واحد مرمي في الجحيم لما موت إحنا النهاردة مش جايين نخوفك أبدا برغم أن إحنا بنتكلم عن الدينونة بس إحنا النهاردة جايين نطمنك بنرى كتير لفظ الدينونة والإدانة فإيه المقصود بدينونة البشر اللي موجودة في كتاب المؤدس كلمة دينونة هي مشتقم كلمة إدانة هي إثبات الخطأ وتنفيذ القضاء على المخطئ في دينونة؟ آه في دينونة اللفظ بتاعتها معناها إدانة أو إثبات الخطأ على الإنسان والكتاب المؤدس تتكلم كتير قوي قوي على هذه الدينونة لما مر قال في أول كتاب المؤدس الرب بيقول أيام نوح لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لأجل زي غانوا إلى آخره ففي كلمة إثبات الخطأ على الإنسان الله بيحاول يقنع الإنسان إنه مخطئ وليس هدف الله في إثبات الخطأ على الإنسان إنه مخطئ إنه عايز بس يرمي في جهنة وعسي يقوله إيه الحق؟ إهرب من الخطأ اللي أنت واقع فيه واللي أنت عمله لما بتسمع لفظ الدينونة بيمثلك إيه اللفظ ده؟ بيمثلي حقيقة مؤمن بها تماماً إنه لازم يجي وقت نقف فيه كلنا قدام كرثي المسيح المؤمنين هيقفوا للحساب وأعطاء حساب الوكالة وينالوا كلام المتح من الرب نظير كل ما فعلوا المجدو وكمان الخطأ والأشرار هيقفوا لتقديم حساب كل واحد بحسب أعماله الدينونة دي هتكون عادلة جداً وعلشان كده توقعي إن العقاب الأبدي درجات مش مجرد توقع لكن كمان الرب قال لنا إنه سدوم عمورة في يوم الدين أي يوم الدينونة هتكون لها حالة أكثر احتمالاً من المدن اللي سنع فيها آياته عجائبه وقواته لأنهم ما أمنوش المدن دي أخدت من الرب أكتر وما أمنوش الطبيعي إنهم يدينوا أكتر الكتاب بيقول لنا من يعرف أكتر يدين أكتر فالدينونة حقيقة بنؤمن بها والدينونة عادلة جداً وكلنا هنقف قدام الرب مين اللي هيودان؟ أحب أرجع للكتاب لو تسمح لي أقرأ آية في إنجيل يحنى أصحح ثلاثة وعدد 18 و19 بيقول الذي يؤمن به ليودان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد وهذه يدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة مين الهيدان؟ الذي رفض الهدية الإلهية المقدمة له كخاطئ الذي لا يؤمن بالابن قد دين وليه هيودان؟ لأنه لم يؤمن بالابن مش لأن الله دي اكتر تؤمن بي رياحك ما تؤمنش بيها أعزبك لأ حضرتك غرآن أنا وأنت كإنسان يعني وأنا جيت من السمع عشان أنقذك من الورطة اللي أنت فيها وانت رفض وانت رفض هذه الدينونة إثبات الإدانة أن النور قد جاء إلى العالم وبدل ما الإنسان يقول المسيح تعال يا نور القلب جوه حياتي لا لا أنا مش عايزك أنا مصر أمشي في طريق تاني طريق الظلمة اللي بيودي إلى الجحيم الأبدي مين الهيدان؟ الذي يرفض المسيح المخلص اللي جيه لأجله يرياحه يخلصه والكتاب يقول لنا كلمة تاني في سفر الرؤية قدام العرش العظيم الأبيض ودينا الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم حيودان الأموات يوما من الأيام قدام العرش العظيم الأبيض السرب لأجل أعمالهم التي كانت شريرة يعني الدينونة كده من نصيب الشخص أعتقد الطبيعة سكته الطبيعية يعني هو رايح ناحية الدينونة اتقدم له خلاص وإنقاذ رفض تمام واحد غرقان اترماله طوق النجاة رفض يمسكه فالطبيعة بتاعه أنه هيفضل غرقان لغاية ما يموت صحيح كده يعني أقصد القصة كمان في إيدي الإنسان نفسه اللي رفض مش ربنا اللي حكم علي بأنه ده هيدان رمية 2 بيقول نفسي كانت تقوله حضرتك داي يقول ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب هو رفض تفخر لنفسك غضبا في يوم الغضب في يوم الغضب أنا بغرق في البحر أنا عملت جريمة أنا برضو عايز أكد للأحباء المشاهدين مش الله ديكتاتور يعني اللي مش يقول بيا أنا هعزبه أنا هوادي جهنم وبأس المصير لأ لأ أنا كسرت إشارة المرور فالنتيجة أن أنا أخذ غرامة أنا كسرت قوانين ربنا كلها فأنا رايح في طريق الدينونة أنا هؤدان مش لأن ربنا حكم علي بالدينونة لأن أنا كسرت القوانين واخترت الطريق الشيطان اللي بيقود إلى الجحيم الأبلي الله في محبته بيقدم خلاص الإنسان علشان لا يذهب إلى الدينونة قناعتك بفكرة الدينونة بتعمل إيه في حياتك ونت على الأرض؟ بتخليني نوعا ما مركز في أني أعيش حياتي مش وفق مبادئي أنا شخصية ومش على حسب أهوائي ومذاجي الشخصي لكن عارف أنه أنا لي يا رب محتاج في كل حين أفعل ما يرضيه رب لما عايش أنا على الأرض كان بيفعل مشيئة الذي أرثله وإحنا عايشين هنا علشان نفعل مشيئة الذي أرثله خوفا من الدينونة ولا حبا في أنه يبقى الموضوع لي مكافئات؟ لا بالنسبة لنا حبيث إحنا كالمؤمنين حبا في الرب أكتر لأنه ما فيش دينونة على المؤمنين فلو أنا هخاف من الدينونة أنا مش هاجي لدينونة والرب قال لنا كثب لاش هي من الدينونة الآن على الذين هم في الم master فهي مش مسألة خوف من دينونة لأنه ما بقاش في دينونة بالنسبة للمؤمنين أما بالنسبة للخاطئ لا في دينونة وده بيخليني أنا كمان أخاف على الخاطئ بالأخذ لو أخويا قريبي جاري من حد بتعامل معاه في الشهر وأنا متيقن أنه في دينونة حل معقولة هتركه في جهله هتركه في عماه وأقول ديه عريات شخصية وأنا ما أقدرش أتخطى حدودي في الكلام معاه ما عدقتش طب لما بتروح لحد زي كده بتكلمه أكتر عن الدينونة عشان يخاف ويرجع ولا بتكلمه عن محبة ربنا فيتبسط بالحكاية ويتوب يعني شايف أكثرهم تأثيراً في الشخصية لو كلمت عن الدينونة فقط حب أغلطان ولو كلمت عن محبة الرب بس برضو حب أغلطان يعني الإنجيل الكامل هو أننا بنقدم محبة الرب اللي مات لأكلنا على الصليب وبنقول كمان أنه في عقب وعقب شديد جداً لمن يزداري بروح النعمة فأنت الرب بكل ماجته بيقدم لك نعمته ودي محبة الله لكن لو أنت في داريت بروح النعمة طبيعي يكون في دينونة فبقول لتنين لو حد بقى في كنيسة وسامعك بتقول لتنين وجي قالك خوفت الناس النهاردة وما كانش لازم تروح للحتة دي بترد عليه تقوله إيه؟ أقول له بقول لتعمل كده لما كانت تكلم مع فليكس الوالي وتكلمه عن الإيمان بالمسيح والبر والتعفف والدينونة العديدة ما شفناش فليكس تأثر لا بالكلام عن الإيمان ولا عن البر ولا عن التعفف وأول ما ذكر كلمة الدينونة ارتعب ياريته جاه هو ما جايش برضو لكن احنا يعني مش شهلتنا أننا نخلص الناس الرب هو اللي بيخلص الناس لكن الحقيقة بنع لنا محبة الله حقيقة ودينونة الله العديد ده حقيقة برضو وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة طب ليه الله في محبته ما يشيلش الدينونة عن الإنسان يعني هل تتناسب الدينونة وبعد شوية هنتكلم عن شكل الدينونة دي هل يتناسب موضوع الدينونة ده مع الإله المحب رقيق القلب الحنين اللي مات لأجلنا على عود الصليب وهل يتناسب مع الإله العادل أنه لا يطبق الدينونة على البشر طبعا الإنسان بيبصلها من الناحي اللي تريح أنا عايز أعيش في الخطيئة وعايز ألاقي مبرر لنفسي إن أنا أكمل في الخطيئة ويقول بقى معقول ربنا المحب يعزب الناس في الجحيم الأبدي الآية اللي ذكرتها لحضرتك في يوحنى 3.18.19 اللي بتتكلم عن الدينونة قبلها بتتكلم عن الله بذل ابنه الوحيد هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يمبي يبقى أخي باسم الله قبل ما يقول إن فيه دينونة قال إن فيه خلاص أول حاجة أعلن بها الله بعت ابنه يموت عن البشر الله كان في المسيح مصالح عن العالم لنفسه فرقم واحد الله بعت ابنه عشان خاطر يموت على البشرين وبعدين أنا بعت لك ابني يموت عشانك ويشيل خطيتك وإن ترافد لأني رفضت هذا الخلاص فأنا بحكم على نفسي بالدينونة حاجة تانية كمان مهمة قوي مين فينا يقبل إنه يعيش في بلد فيها حاكم خد بالك معايا من المسيح اللي أقوله ده حاكم محب حاكم نايس قوي لذيذ قوي يأكل الناس ويشرب الناس ويهنن الناس ماشي؟ تمام لكن لو فيه مجرم بلطاجة في الشارع يسيبه برضو ناسي حرام وحناين بقى ده مجرم كيوت يعني ده مجرم غلبان يعني إيه رأيك؟ في حد يحب يعيش بلد بطريقة ديت مرة الحاكم بيأكلنا ويشرب بس عايش خايف بس عايش خايف لأن فيه بلطاجة في الشارع ممكن يخش علي وياخد أولادي وعايش خايف من الحاكم برضو أنا مش متطمن له بالزبط كده لأنه في القضاء مش مظبوط ومش عادل بالزبط الله صفاته متساوية لا تضاد بين صفات الله هو رحيم بعد ابنه يموت على الصليل وهو عادل مزمع أن يدين المسكونة بالعالم طب في رأيك فكرة أن ربنا يدين الإنسان ويرميه في الجحيم تتعارض مع فكرة الله المحب اللي مات لأجل الإنسان ولا متناثبة معها؟ أنا شايف أنها متناثبة معاها لأكتر من ثباب أنه الله المحب ده شاف الأتباعه وشاف المؤمنين به وهم بيتعرضوا لكمل أذى وكمل درر وكمل عنف وكمل بغضة والكرهية من الأشرار فلاك أنت تخيل أن هؤلاء بعد ما وجهوا كل شرورهم ضد المؤمنين وغير المؤمنين لا حقاب ولا دينونة وقتها أنا هشعر أن الله محب بما يكفي وتنش حقوق المثاكين والمظلومين والغلابة حاجة ديني لو أنا في بلد لا تطبق القانون ده هيبقى لأن الملك بيحب الرعية فمش هيطبق القانون ومفيش محاكم ومفيش مش عاقب حد ومش هيسكن حد وشوف الناس وهي بتمشي في طريق في كاميرات مرأبة وفي رادار بيعملوا إيه على الدائري النهاردة الناس ربط الحذام وملتذمة وطرق تانية لسه ما تطبقش إن شاء الله هيتطبق علشان القانون حل مش حاجة دايق وما بنعتبرش أنه ذكرة هي أبدا أنت بتعتبر القصة دي مريحة أكتر طبعا مريحة من جهة إيماني بالله إنه إله عادل وبيحب الإنسان وكمان لازم يعاقب المخطف لو محبة بدون عدلة لا دي مش محبة طب هل ربنا في الحتة دي لازم يكون وصل محبته للناس اللي بعد كده مزمع إنه يدينهم أكيد أكيد حضر لك مقتنع بدا طبعا طبعا ما فيش حد يروح الجحيم وهو مش يوخي باله دي مريحة أو هو مش مقرر بدا دي مريحة دي مريحة دي مريحة كل الأرض ألا يسمع عدلا أكيد وبعدين لما ثليمان بيكلمني في الأمثال ويقول في شفتي الملك وحي في القضاء فمه لا يخون طب مش من باب أولى إن الرب في القضاء فمه لا يخون أكيد أنا متأكد تماما إنه ما فيش واحد هيقول أنا الظلم طب الدينونة أو بلفز تاني بنسمع أنه الشخص اللي هيودان هيترمي في الجحيم وبنقرأ في الكتاب المؤدس كتير الجحيم هو نار وعذاب ولهيب هل الموضوع ده حرفيا كده يعني هو الخاطي هيترمي في النار ويتعذب إلى أبد الأبدين ولا المقصود بيها حاجة نفسيا هيبقى محروم من الوجود في حضرة الله أو أنه ربنا مهتم بيه فده هيعذبه نفسيا ويتضغط بسبب اللي عملوا حاجات كده هم اللي اتنين اللي اتنين يعني العذاب الأبدي عذاب نفسي آه طبعا طبعا هناك يكون البكاء وصرير صرير الأسنان الظلمة الخارجية آه في عذاب نفسي في الجحيم طبعا لكن الجحيم أيضا هو نار حرفي جبتها منين؟ جبتها من إنجيل ماركوس أصحاح تسعة يا أخي باسم في باراجراف واحد الرب يسوع المسيح له كل المجد ست مرات يتكلم عن نار ست مرات وربعة لو الأفاضل المشاهدين يحب يرجعوا للشاهد إنجيل ماركوس أصحاح تسعة ابتداء من عدد تلاتة واربعين لما بيقولهم كده إن أعثراتك يادك فاقطحها خير لك أن تدخل لحياة أقطع من أن تكون لك يا دان وتمضي إلى جهنم النار التي لتطفق تطفق واحد اتنين حيث دودهم ليموت والنار لتطفق إلى آخر الأصحاح ست مرات وربعة نار لتطفق وفي مبدأ في كلمة الله ما هو مكرر هو مقرر جبتها منين المبدأ دوت؟ يوسف هو بيكلم فرعون وبيقوله بما إنك شفت في حلم مرتين مرتين يبقى ربنا مقرر فهذا الأمر مقرر من عند الله لازم نفهمها لما الأمر يتكرر يبقى مقرر ليه ربنا بيقول إنه نار لتطفق كررها ست مرات عشان يقول ده حاجة مقررة وبعدين أرجو أن نلاحظ في فرق بين التشبيه وبين الوصف يعني مش المسيح يقول يشبه العذاب الأبدي جهنم النار لا مفيش الكلام دول يشبه ملكوت السماوات شبكة مرمية في بحر يقول هنا تشبيه الوقت لكن لما يجي عند العذاب ما يقولش يشبه نار لتطفق ودود لا يموت لا يموت طب ليه نار؟ لأن الجسد يترمي في جهنم برضو كمان لأن حد يسألني تاني برضو يقول له طب هي نفسها ترمي في جهنم أحس بالنار؟ خلي بالك معايا أن التلاتي يترموا في جهنم الجسد والروح والنفس الخاطئ أنا عايز أقول للمشاهد قبل ما اختار الحلقة ياريت آه أقول له الرب بيحبك مش هدف حلقتنا نقول لك ربنا ده يا جبار بيود النار؟ لا لكن عايز أقول لك الله بيّن ما حبته لنا لأنه ونحن بعد خطاب مات المسيح لأجلنا تعال له دلوقتي دلوقتي من فضلك تعال له أقول له أنا خاطئ وإنت محب اغسلني ربي بدم الصليم افرح أيها الشاب في حدثتك وليسر قلبك في أيام شبابك واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك وعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة فيما يخص دينونة الله للخطابة وإنه الإنسان هيروح الجحيم الأبدي في رأيك الجحيم ده مادي ولا حاجة معنوية لأنه فيه ناس بتقول لرأي ده وفيه ناس بتقول لرأي ده هو حرام يكون لتنين بمعنى يعني ممكن يكون فيه جزء مادي وفيه جزء معنوي أولا الجحيم والبحيرة المنتقدة بنار وكبريث صنعت لإبليث وملائكته في المقام الأبدي فلو أنا خيالتها أن هي نار حرفية فأنا مش عارف فالنار الحرفية دي ممكن تعمل إيه في إبليث وملائكته وهم كائنات روحية لكن برضو الأشرار هيقوموا بالجثة فوارد يكون فيه العذاب مادي حقيقة الأمر خليني أقول أنه اللي مكشوف لنا بالنسبة لشكل الأبدية سواء الحياة الأبدية في بيت الآيب أو للمؤمنين بحيرة النار سواء للمؤمنين أو للخطاء ما نقدرش ندي تصور كافي يمكن قصة الغاني والعذر تنفعنا شوية تنفعنا في الكلام عن الدينونا وتنفعنا كمان في الكلام عن ماذا بعد الموت القصة حقيقية لكن احنا بنميل القصة في رأي حضرتك بتوديني ناحية أنه حاجة مهدية أم لا معنى وي بتوديني أكتر ناحية ما هو حقيقي بتعبيرات رمضية هقول لك كذا يعني أنا مثلا لما أقول من الخوف قلبي وقع في ركلي هل ده يلغي أن أنا خفت فعلا لا هل ممكن حد يقول أنه لا مش ممكن يكون قلبك وقع في ركليك لأنه القلب في مكانه في مكانه ومش وأناتوميك يعني مش ممكن يحصل حاجة ذي كده فأنت ما خفتش لا هو أنا خفت أو أنا طرت من الفرح لما قابلتك النهاردة بس أنا ما طلع ليش كنحات وطرت بس هل المسيح يحتاج يقول الحاجات اللي تبدو أن هي فيها مبلغات أو تبدو أنها صورة أو رمض في فرق كبير بين المبلغة والرمض يعني اللي أنا متأكد منه أنه الغاني في الهوية والعذر في حدن إبراهيم أروح لأنه القيامة بالأكتاب ما حصلتش لكن كون الغاني يقول لنا الكتاب رفع عينيه فهي مش عين جسدية ويطلب أن العذر يبلل طرف أثبعه فهو العذر لسه مقامش قيامة بالجسد حضرتك توصد أن المسيح بيقول أنه عذاب شديد جدا لدرجة أنه الغاني بيتمنى أي حاجة تخلصه من العذاب بالذكت فالعذاب حقيقي لكن مديته من معنوياته أنا مش قادر يعني أقول هي كده مدي فقط أو معنوي فقط أنا شايف أنه الاتنين مقبولين وإحنا بنتكلم عن الدينونة عايزين نطمنك أيوة نطمنك يمكن الكلمة غريبة على فكرة الدينونة بس دي الحقيقة الكتاب المؤدس بيقول لنا كده في رسالة أصحح 8 أو عدد 1 إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع يعني ما فيش دينونة لا شيء من الدينونة بس على مين على الذين هم في المسيح يسوع يعني إيه الذين هم في المسيح يسوع يعني اللي اختبروا خلاص المسيح يعني اللي في يوم من الأيام جم وتابوا قدام ربنا وقالوا له أنت مدت لأجلي على عود الصليب أنت مدت علشاني علشان تغفر لي خطيائي أنت شلت عني خطاياي على عوض الصليب اللي جي في يوم من الأيام من قلبه وقال له اللهم ارحمني أنا الخاط اللي جي قال له أنا بتوب قدامك أنا واثق يا رب أنك أنت هتغفر كل ذنوبي وخطاياي اللي جي قال له أنا متأكد أنه لشيء من الدينونة الآن لأني أنا هكون فيك من النهاردة هو ده اللي ينطبق عليه هذه الكلمات لشيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع علشان كده ابتديت كلامي معاك وبقولك جاي طمينك أيوة ليه مش عشان أنا كويس ولا حضرتك كويس لا إحنا كلنا مولودين بالخطيط لكن جاي طمينك لأنه المسيح دفع التمن جاي طمينك لأنه المسيح الصادق في كل كلامه وكل وعوده وعد أنه من يقبل إليه لا أخرجه خارجا جاي أقولك النهاردة أنه المسيح في يوم الأيام وقف ونادى وقال تعالوا إليه يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم علشان كده بطمينك من جهة الدينون لو أنت أشر واحد لو أنت حاسس أنك عملت حاجات محدش غيرك يعرف ومحدش عمل زيها النهاردة جاي بقولك أنه في أمل وفي فرصة ذهبية قدامك أنك تهرب من كل ده وتتحول دينونتك من جحيم أبدي صعب إلى فرح سماوي حقيقي مع المسيح مش علشان ربنا غفور رحيم وهيعديها لا علشان ربنا دفع التمن بالكامل على عوض الصليب لأجلك استمتع بأبدية سعيدة مع المسيح إذا كنت في المسيح خد قرارك مش بكرة ولا بعد ولا بعد كام يوم ولا حتى تستنى لما تزبط أحوالك لا من فضلك خد قرارك دلوقتي حالاً وإنت بتسمعني وقول له يا رب أنا بتوب قدامك وبرجع لك مرة تاني من كل قلب وبقولك امتلك على حياتي وبسلمك حياتي وقلبي صدقني ساعتها هتختبر فرح حقيقي جواك وهتحس بالكلام اللي بقوله لك أنه لشيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر